الطيارات الإسلامية السيد عبدالقادر بتتمثل في الإخوان وفي السلافيين هناك من يقول أنه الإخوان والسلافيين هيحصل ما بينهم صراع كبير جداً خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة وهناك من يقول أنه هيحصل تحالف رأي حضرتك إيه وتوقعاتك إيه؟ هل هنشوف فيه صراع ما بين الطيارين؟ ولا هنلاقي تحالف واندماج؟ لأنه الاتنين أشبه بنفس المبادئ وطبعاً للطيار الإسلامي بيدم كمان فصيلين آخرين حزب الوسط والجماعات الإسلامية وبعض المستقلين اللي مش منخرتين في تنظيمات سياسية لكن هم الفصيلين اللي حضرتك قلت عليهم والإخوان والسلافين أكبر السلافيين وأعتقد أن المفاجأة الحقيقية كانت مش في النسبة التي حققها الإخوان ولكن التي حققها السلافيون وأعتقد أن المفاجأة دي كانت مفاجأة صادمة حتى للإخوان وهذا يعني أننا بصدد أن نرى نوعاً من الصراع ما بين الإخوان وما بين السلافيين هناك هيبقى فيه اتفاق استراتيجي في الاستراتيجيات لأن رؤيتهم الفصيلين رؤية واحدة بالنسبة لإدارة أمور وشؤون البلاد والمجتمع لكن هم هيختلفوا حوالين التصرفات والقرارات والموقف التيكتيكية ممكن هنا ده يقضهم إلى صدام الإخوان حريصين قوي على أنهم يبانوا أنهم هم الطيار الإسلامي المعتدل والحمل الوديع والسلافيين العكس لأنهم مفتقدين لخبرة العمل السياسي وفنون التيكتيك السياسي بيمرسوا الصدام من أول وهل وأنا أتذكر حتى ده عملوا عنوان في أحد فصول الكتاب أحد قادة السلافيين قال والله هم الإخوان لظروفهم لازم يطبطبوا على القوى السياسية الأخرى ولكن إحنا علينا الضربة بالقفة على القفة يعني هم اللي يمرسوا الحدة في المواقف والسلوك والإخوان هم اللي يمرسوا المنورة قد يتصور بعض أن ده نوع من توزيع الأدوار لكنه قد يقود في النهاية إلى خلاف ما بين الإخوان وما بين السلافيين لأنه قد يحرج الإخوان تجاه القوى السياسية الأخرى غير الدينية وأيضا تجاه الخارج لأنهم حريصين على أنهم يظهروا دائما أنهم قوى سياسية معتدلة وممكن التفاهم معهم وأنهم مش يقلبوا المجتمع ويحققوا كل ما يريدونه من وجهة نظرهم بالتدريج وليس قفزة واحدة هل تفتكر حراتك السيد عبدالقادر أن دي حقيقة ولا هل ده ذكاء سياسي يعني ممكن يكون بس الحد ما نوصل لللي إحنا عايزين وبعدين وقتها هنبقى نشوف شوفي أنا في تقديري إحنا قدامنا ثلاث أو أربع ملفات حيات ملفات هايختبر فيها الإخوان الملف الأول علاقة الإخوان بالقوى السياسية الأخرى الملف الثاني ممارسة حرية الرأي وتحديدا حرية الإبداع الملف الثالث العلاقة بالأخباط الملف الرابع السياسة الخارجية المصرية في حرية الإبداع أنا أتصور أن الإخوان قد يتصرفوا التصرفات تحدوا من حرية الإبداع وتجربتهم الأولى السابقة في البرلمان تنم عن ذلك تكشف ده بالنسبة للعلاقة بالقوى السياسية الأخرى أعتقد الطريقة التي يديرون بها العلاقة مع هذه القوى فأثناء فترة الانتخابات سوف تتكرر يعني فكرة زي ما احنا بنقول الوحدة والصراع يعني يحاولوا يمدوا قدهم لهذه القوى وفي نفس الوقت يتصرعوا معه بالنسبة للعلاقة مع الأقباط أظن أنهم محتاجين لجهود كثيرة لإثارة شكوك الأقباط اللي موجودة عندهم وخاصة التراث السياسي والفكري والثقافي الإخواني يتضمن أشياء مش مريحة للأقباط فيما يتعلق بمورستهم عقائدهم وفيما يتعلق بحقهم في بناء الكنائس وأيضا فيما يتعلق بحقوقهم كمواطنين وليس مواطنين درجة تانية بالنسبة للسياسة الخارجية هتبقى العلاقها مع إسرائيل على وجه التحديد هل هينتهجوا نفس النهج بتاع حماس اللي اضطرت في النهاية لأنها تهادن الإسرائيليين أم سوف يكرروا نفس المقولات بتاعتهم السابقة الصدمية تجاه إسرائيل وخاصة الأمة يعني في الوقت اللي بيقولوا نحن بنؤيد استمرار المعادة المصرية الإسرائيلية بيقولوا هذه المعادة يجب تعديل الحقيقة السيدة عبدالقادر يمكن كنت أتمنى أقعد مع حضرتك أكتر من كده بس لأسف وقت فقرتنا انتهى أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة الكاتب الصحفي عبدالقاطر شهيد بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة أنا حضرتك سعيد يا فندم أفتكر أن احنا اتكلمنا في نقطة أو حطينا خطوط تحت بعض النقاط الأهم بكتير قوي من أننا نتكلم في المايو أهم بكتير قوي من أننا نتكلم في الموعيد وفي المحلات وفي الشواطئ هو ده اللي يهمنا إذا كان متواجد فهنكون متواجدين مع أي حد أين كان هو مين إذا ما كانش متواجد فأكيد مش هنبقى متواجدين مع أي حد مهما كان هو مين نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد خليكم معنا